انطلقت اليوم في مأرب الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل الجولة الأولى أغسطس 2018 وخلال تدشين أكد الوكيل الفاطم على أهمية حملة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالوقاح الشلل والذي يكسبهم مناعة من الإصابة بفيروس شلل الأطفال وأوضح الدكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة إن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم أربعة وخمسين ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة من العمر وينفذ الحملة سبعمائة وواحد وثلاثون عاملا صحيا وعامل ومتطوع ومتطوع ومشرف فرق ما بين ثابت ومتحرك ودع شدادي جميع الآباء والأمهات لتطعيم أبنائهم والتعاون مع فرق التحصين التي ستصل إليهم ندشن الحملة الوطنية للتحصين المسع ضد شلل الأطفال نشكر جهود مكتب الصحة والسكان ممثلة بالدكتور عبد العزيز الشدادي وطاقم عمل التحصين على جهودهم المتميزة في سبيل إنجاح هذه الحملة والتي تستهدف 54 ألف طفل وعدد العاملين فيها أكثر من 700 عامل دعونا يوم أمس جميع أبناء محافظة مارب وجميع أبناء اليمن عموما حسب الحملة المغطط لها التعاون في إنجاح الحملة وإيصال الأطفال المستهدفين وذلك تحصين لهم من شلل الأطفال